طالبت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني لإطار التنسيقي وإتلاف إدارة الدولة بالعودة إلى الاتفاق السابق قبل تشكيل الحكومة الحالية من أجل إنهاء الأزمة المفتعلة بين الإقليم والحكومة الاتحادية وذكرت الكتلة في برقية تهنئة لها بمناسبة عيد نوروز أن قرارات المحكمة الاتحادية بعيدة عن روح الدستور بحق قليم كردستان في موضوع رواتب موظفي الإقليم وانتخابات برلمانه والذي سمح بتدخل بشؤون الإقليم والتحكم في أموره ومؤسساته وفرض سلطة المركز عليه في ظل تجاهل واضح لوضع إقليم كردستان في الدستور وتمتعه بإدارة نفسه بنفسه مواضحة أن القرارات الأخيرة للمحكمة الاتحادية بعيدة كل البعض عن الاتفاقات التي أبرمت بين الأطراف المنضوية في تحارف إدارة الدولة قبل تشكيل الحكومة الحالية والتصويت على المنهاج الحكومي وتنصل عن هذه الاتفاقات بعد تشكيل الحكومة وهو ما تم ملاحظته بالتدريج شيئا فشيئا إلى ما وصل إليه الحال الآن من قرارات المحكمة الاتحادية